اشتركوا في القناة اتبه للقداس على اساس ان احنا جايين نتناول ولو في عشية بعد الظهر من غير وعظة ومن غير اي حاجة كم واحد هيحضرها من غير نهضة يعني احيانا بيبقى العدد ايه؟ قليل خالص لان اغلب الناس بيقول طب انا جاي ليه؟ انا حاجة عشان اتناول في القداس طب الرفع بخور عشية انا حاجة اعمل في ايه؟ ما انا حقلكم ملحوظة صغيرة خالص من ضمن تعاليم البابا كرولوس قال ان في اخر الايام هتيجي فترة الناس المسيحيون لا يوقرون باكر وعشية رفع بخور باكر وعشية تخيلين ان في اخر الايام الفترة من ضمن العلامات اللي قالها البابا كرولوس عن فترة دي ان الناس مش هتوقر باكر وعشية مش هيشوفوها حاجة مهمة يعني في حين انتو عارفين بابا كرولوس كان يوميا لازم يصلي ايه؟ يصلي العشية بالتسباحة فيش يوم يعدي غير لما يصليها طب ايه اللي كان بيدوقوا في العشية دي ايه اللي كان بيشوفوا ليه بنصلي باكر وعشية في الاوساس عشان احنا نبتدي نتعلم احنا ناخدهم نقطة نقطة كده بسرعة واهم حاجة بالنسبالي مش تاريخ الطقس ومش ترتيب ومش حاجة غير اندوري انا انا في الفترة دي اعمل ايه انا هاجي في العشية هروح بايه في القداس انا بروح بتناول المسيح طب وفي باكر وعشية هتروح بايه حضرتك انتو عارفين ان كان فيه زمان ناس كتير عندها شغل كان ان تيجي تحضر باكر وتمشي حضوره باكر ده كان بيديله حاجة معينة ده اللي عاوزين نتعلم بقى جينا النهاردة حضرنا نهضة ماري جيرجس حضرنا العشية روحت بايه بالكلمة بس غالبا الكلمة دي اضعف حاجة في الليتورجيا تعارفين كده يعني اضعف نقطة في الدورة التقصية كلها يمكن هي كلمة الوعزة دي انما فيه حاجات تانية غنى كتير قوي موجود جوه باكر وعشية محتاجين نعرفه عشان خاطر ايه نروح بيه كل يوم اظن لو ما تسمعوا بس الفكرة دي وتختبروها هتلاقوا نفسوك كل يوم عاوزين تحضروا ايه عشية زي البابا كرولوس ايه اللي بيحصل في العشية باكر وعشية استلمتهم الكنيسة من التقص اليهودي لما كان عند اليهود فيه زبيحة صباحية وزبيحة ايه مسائية انواع الزبيحة دي كانت زبيحة ايه ها حد يعرف زبيحة ايه سلامة دي كانت تقدمة شكر الربنا ما كانش مطلوب اي حاجة لكن ربنا قال ان الزبيحة دي تتحط صباحا ومساء كل يوم على المسبح ما فيش يوم على مسبح النحاس اللي برا مسبح المحرقة تتحط زبيحة صباحية وزبيحة مسائية احنا بنقدم تقدمة ايه شكر الربنا رائحة وقود ربنا يشمه كده فيتنسى من رضا ده على فكرة اللي احنا بنعمله لغاية النهاردة يوميا بنقف قدام ربنا الصبح وبالليل وبنقول له ايه احنا ربي بنقدم لك شكر بنقدم لك شكر على اليوم اللي حييجي وعلى اليوم اللي فات وبنقدم لك شكر على اليوم اللي انت خليته ايه يعد علينا بالسلام ده ده الهدف وده الاساس بتاع وجود تسبيق رفع بخور باكر وايه وعشايا انتوا عارفين ان ما عندناش زبائح في العهد الجديد دموية عندنا انهو زبيحة اللي موجودة ها عندنا زبيحة اسمها زبيحة الصلاة وزبيحة البخور ماذا كده؟ ده اللي بيتدبح ويتحط يطلع فوق كده ويتقدم اللي هو صلوات القدسين عشان كده داود النبي قال له رب انا عاوز اقدم لك زبيحة من الزبيح دي في المزمور اللي بتصالوه في صلاة النوم قالوا ليكن رفع يدي ايه؟ زبيحة مسائية اعتبر يا رب وقفتي دي ان انا بقدم لك زبيحة لما انا اقف وارفع ايدي كده تخيلوا كل مرة بنيجي نرفع بخور احنا بنقدم لربنا نفسنا زبيحة مسائية وزبيحة ايه في باكر؟ زبيحة صباحية فده اول حاجة الاساس بتاع رفع بخور بيبتدي رفع بخور بايه؟ يبتدي اول حاجة بطلب الرحمة خلي بالكو احنا مش هنصلي رفع بخور ده في اي حتة الا في السماء يعني ايه؟ يعني يبتدي بفتح الستر يقول إليس ونماس وسقوس وبتير وبندكراتور ارحمنا يا الله الآب ضابط كل ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك تلاقي ابونا اهو بيفتح الستر بيقول لك يلا بينا برحمتك يا رب هندخل ايه؟ هندخل السماء هندخل باب مرحمك الدهرية هندخل يا رب نطراءة امامك ادي بدايتها ادي اول حاجة بتتعمل يبقى وانت موجود كده اول لما تلاقي ابونا بيفتح الستر قول له يا رب اديني الديني نعمة ان انا اطراءة امام محضرك الديني نعمة ان انا ادخل واصلي قدامك وان انا اقف قدام عرشك وتكلم ده محتاجها جدا النعمة دي اول لما تلاقي ابونا بيعمل ايه؟ بيفتح الستر بتاع الهيكل بعد فتح الستر يبتدي يقول صلاة ابانا اللازي وصلاة الشكر صلاة الشكر هي اقدم صلة لترجية موجودة في الكنيسة بعد ابانا اللازي على طول ابانا اللازي المسيح سلمها ها للتلاميذ وقال لهم متى صليتم فقولوا ابانا اللازي في السماوات جم في صلوة كانت موجودة عند اليهود بيبتدوا هما يطلبوا من ربنا يوميا الشكر والستر وده اللي احنا بنطلبه في كل صلاة شكر بنطلب الستر ده من ايه؟ كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وامرة الناس القشار صح؟ قيم الاعداء الخفين والظاهرين بنطلب هذا الستر من علينا نقولوا رب احنا محتاجين ده وده كانت عبارة عن الصلاة اليهودية البسيطة شكر وستر صاغتها الكنيسة بصورة مسيحية بقى صانع الخيرات ضابط كل ابو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح دي صياغة الكنيسة بتاعتنا اللي صاغت الشكر والستر ده اللي بنطلبه من ربنا في بداية كل طلبة وكل صلوة احنا رب مش محتاجين منا غير الحاجتين دول ايه هما؟ الشكر والستر سهلين دول؟ الشكر والستر حد طالب حاجة تاني؟ بنقول له كده احنا محتاجين اك رب بنشكرك على اللي احنا فيه وبنطلب منك الستر من اي ديقة او اي مشكلة احنا موجودين فيها بعد كده يبتدي ارباع اسمها ارباع النقوس ايه ارباع النقوس دي؟ نقوس يعني دف الارباع الارباع دي بتتقال بايه؟ بالدف بس عاوزكوا تربطها بينها وبين حاجة بتحصل ابونا بيعملها ابونا في الفترة دي بيصلي التلات اواشي السلامة والاباة والابتماعات بس بيمسك الشرية وبيلف بالبخور حوالين المسبح يلف تلات مرات حوالين المسبح المنظر دي على طول يفكرنا بايه؟ يقول يفكرنا بالسماء وهتلاقوا حتى اعطاء البخور في الفترة دي بيتكلم عن البخور بايه؟ للثالوس القدوس يعني ابونا واقف قدام عرش الله بيعطي البخور للثالوس القدوس الاله الايه؟ الواحد يمكن ساعات كتير ناس بتبقى مش عارفة هو ابونا ايه اللي بيعمله في الشرية ده؟ عارفين ده بيقى برعن ايه؟ حد يعرف الهد ما عرفش؟ ايه اللي بيعملوا بالشورية يعمل ثلاث مرات كده ويروح اعمل فيه ولاد كتير بيفتكروا انه بيلعب بالشورية مش ديه الحقيقة يعني بيصلي بيعطي البخور للثالوس القدوس الاب والابن والروح القدس ادي الثالوس اهو الاب والابن والروح القدس والثلاثة دول ايه؟ واحد تلاحظوها بقى في اعمدة البخور اللي طلعة دي لو الشرية متعمرة كويس وفيها بخور نوعيته حلوة كده تلاقي ابونا بيدي البخور تلاقي ثلاثة اعمدة كده في الاول بيطلعوا والثلاثة دول بقوا واحد فبيدي البخور للثالوس القدوس الاله الواحد تلاقي بيديه واحنا بخور ده دايما زي ما سفر الرؤي قلبي فكرنا بصلوات ايه؟ بصلوات القدسين صلوات القدسين دول احنا مجرد ما بنشوفهم وبنشوفهم قدام عند السماء جوه المسبح على طول بنعمل ايه؟ تلاقي ابن اول حاجة نسجد للآب والابن ليه اربع النقوص دي بقى نسجد للآب والابن والروح القدس تنوش تموك بخريستوس مش كده؟ وبعد كده بنقول ايه تاني؟ بنعطي السلام لكل السمائيين هيا دي عبارة عن أربع النقوص ايه السلام لكل السمائيين؟ السلام للعضرة والسلام للملايكة والسلام للقدسين والسلام للرسل والسلام للشهداء والسلام لأبوسفين كل القدسين بنبتدي نذكرهم فين؟ في الاربع دي بنذكرهم ليه؟ فين دلوقتي؟ يقول لك الكنيسة بتأكد لنا احنا موجودين فين؟ في السماء احنا موجودين في السماء بنسلم على كل القدسين دول وده بيجاوبنا على اسئلة كتير جدا جدا جوانا احنا فيه هنعرف القدسين ازاي؟ مين اللي حيوصف لنا يقول لك خلي بالك بفاكر ماري جرجس اللي كنت بتتشفع به ده؟ اهو هو ده روح اتعرف عليه هنعرفهم ازاي؟ يقول لك هنكونوا ممتلئين معرفة هنكون عندنا معرفة كده من ربنا؟ يقول لا يحتاج ان يعلمهم احد هنروح بالكمال المعرفة دي لربنا حيديها لنا نقدر نتعرف على صحابنا اللي احنا تصحبنا عليهم فين؟ في الأرض يبقى كل مرة كل واحد فينا بيحضر يسمع النقوس ويسمع الدف بيرن ويسمع المعلمين والشمامسة بيصلوا أربع النقوس على طول احنا نعمل ايه؟ نفتكر شفاعنا اللي في السماء ومش بس اللي من زمان ما احنا لدينا كمان شفاعاء موجودين عاشوا معانا يعني ابونا كان بيتكلم عن ابونا مينة يمكن انا مشوفتوش بس اكيد في حضراتكو شفوت عملوا معاه كلنا نتشفع به في حد من العيلة بتاعتي انا سافر السماء مفروض هنعمل ايه في الوقت ده؟ نتشفع بيهم ده الفترة اللي احنا بنطلاقة فيها مع السمائيين فما تروحش من الباكر وعشية غير لما تكون طلاقيت مع السمائيين دول ولسه هنجيب سريتهم تاني بعد شوية بعد ما بيخلص ابونا الدورة دي ويخلص اربع النقوس يبتدي طلبة صغيرة خالص حسب احنا في باكر ولا في عشية طلبة دي تخص مين؟ لو احنا في عشية بتخصوا كل الذين انتقلوا لان دايما بالليل بيرمز الرقاط ده الى ايه؟ الموت اه يسمي النوم هو موت صغير او الموت هو ايه؟ نوم كبير نعرفين الجملتين دول؟ الموت هو نوم كبير والنوم هو موت صغير فكل مرة بنجهز نفسنا بالليل بنقول لرب احنا عاوزين نفضل لكمالنا المسيح الذي يرديك ده عاوزين نفضل موجودين فيه لغاية لما نحصل اخواتنا اللي سفروا قابلينا عاوزين نفضل يا رب موجودين في رضاك لغاية لما نشوفهم لغاية لما نتقابل معهم وهم نيح نفسهم فين؟ في فردوس النعيم فحدنا ابقنا ابراهيم واسحق ويعقوب في الموضع الذي هرب منه الحزن والكئبة والايه؟ والتناهد ده في العشية بالليل بنصلي وشية الراقدين طب الصبح بقى الصبح ده بداية اليوم بداية اليوم كان دايما مرتبط بايه؟ يقول مرتبط اللي بيسفروا اللي بيتحركوا يسفروا بدري جدا لانه طبعا بالليل مكانش فيه سفر كان الناس يسفروا فين؟ باكر يجوا بفجر كده يبتدوا يتحركوا يقول لك يلحق النور من اوله فتلاقي دايما في باكر فيه قشيتين قشية الناس اللي مقدروش يصحوا للشغل قشية الناس اللي مش قادرين ينزلوا مش قادرين يتحركوا دول هما مين؟ المرضى ومين تاني؟ اللي بادري طلعوا يسفروا ما معنى اللي اتنين دول بنصليلهم في باكر والراقدين في عشية؟ لكم الحوزة صغيرة بقى أصلك القداية بتاعنا على مدار يمكن اكتر من اتناشر قرن كان لا يتم إلا بحضور كل المسيحيين يعني ايه؟ يعني القرية دي مثلا او الكنيسة دي في مكان المكان ده فيه عشرين ألف أسرة الوقت داس ما يبتديش إلا لما العشرين ألف أسرة دول يتجمعوا ويتأكد ابونا في الأول ان واحد واحد منهم موجود وعندنا شواهد كتير جدا من القرن الثامن والتاسع والعاشر ان كان ما ينفعش بقانون كنيسة ابونا قوعة تبدأ إلا لما تتأكد ان كل شعب اكماله متجمع حضر موجودين طيب مين الاتنين اللي مش قادرين يحضروا؟ المرضى والايه؟ والمسافرين فيجي قال في الكنيسة تلاقي ابونا في باكر رح يذكر الاتنين دول يا رب أرجوك المرضى اللي ما حضروش دول انت خلي بالك منهم خلي بالك عليهم حافظ عليهم تعهدهم بالمراحم والرقفات وش فيهم عشان خاطر ايه؟ يلحقوا يتجمعوا معانا تاني هنا حوالين الجسد والدم عشان الكنيسة بتشوف كل واحد هو حجر حي موجود في الكنيسة طب الحجر الحي اللي موجود في الكنيسة تخيلوا كنيسة جميلة زي كده بس فيها شوية كل شوية كده حجر مش موجود ومش موجود ده مش موجود نتيجة ايه على طول؟ في حاجة مش مظبوطة في حاجة غلط طب تخيل حضرتك بقى وانت نزل من البيت المفروض تعمل ايه في كل العيلة؟ سيبك بقى الكنيسة مش هقولك يعني مسؤول عنها بس مسؤول عن ايه؟ عن عائلتك بس مفعش ان تنزل واسيبهم في البيت نايمين قصة ما عليش مش مشكلة لا ازاي؟ ده انت بتكمل حجارة الكنيسة الحجارة الحية احنا مش مهم التوب ده لكن المهم ايه؟ ان كل الانفذ دي تبقى متجمعها في الكنيسة وموجودة في الكنيسة اخدين بالكم الحتة دي؟ فاحنا بنجمع طب وينلي مجاش؟ انا بقى في مكانه انا بقى فاصلي مكانه فبنصلي من اجل المرضى ومن اجل المسافرين ما عدا يوم الحد او العياد السيدية ما معنى يوم الحد والعياد السيدية؟ لان اغلب الناس المسيحيين كانوا يوم الحد ده مقدس ان هو يتصلي فين؟ في الكنيسة فما كانش حد بيسافر كله يقجز من شغله وكله حاضر في الكنيسة فيتصلى بقى حاجة تانية الناس كانت بتجيب القرابين بتاعتها تقدمها فبيصلي من اجل المرضى دول كده كده يوم الحد برضه ما قدروش ايه؟ ما قدروش ينزلوا ما قدروش ييجوا فبنذكرهم وييجي بعد كده يصلي من اجل ايه؟ القرابين عشان احنا عارفين ان اليوم ده الناس كلها بتقدسوا الربنا ما بتسافرش فيه فيصلي المرضى والقرابين سهلة كده ولا صعبة؟ تاني بالليل بنصلي ايه؟ الراقدين والصبح باقي الايام بنصلي مرضى ومسافرين ويوم الحد بنصلي ايه؟ المرضى والقرابين طب يوم السبت يقول ده يوم السبت بنتذكر فيه وجود المسيح في القبر فنيجي في اليوم ده في باكر نعكس الدنيا خالص بقى نيجي في باكر يوم السبت نصلي برضه قشية ايه؟ الراقدين نقول رب انت كنت في اليوم ده موجود فين؟ في القبر فأذكر رب كل انفس عبيدك الذين ايه؟ رقد وتنيحه قادي كده ملخص للأواشي اللي بتتصلى في رفع بخور باكر وعشية طيب بعد ده تدي حاجة حلوة قوي قوي في المربع اللي في النص ده كده تدي حاجة اسمها ايه؟ الزوكسولوجيات خلي بالكوا رفع بخور باكر وعشية متاخد جدا من الصلاوات التقصية بتاعت حتى الأجبية ساعات كتير الناس اللي بتصلي في الأجبية تبتدي تسأل هو الثالثة والستة والتسعة بعد القطع بنصلي ايه؟ كريليسون على طول مش كده؟ طب باكر وعشاء باكر والنوم بعد القطع بنصلي لا لا بنصلي ايه في باكر والنوم؟ في باكر بنصلي فلنسبح مع الملائكة قائلين وبعد كده قدوس الله وبعد كده أبانا اللذي وبعد كده السلامه لكي وبعد كده نعظمك ليش معنى باكر والنوم في الأجبية مختلفين عن باقي الصلاوات؟ ليش معنى يعني؟ يقول لأن باكر وعشية دول أو باكر والنوم دول متاخدين من صلاوات ايه؟ صلاوات رفع البخور فبقوا هما اللي اتنين في الأجبية مختلفين بنصلي فيهم زي القطع اللي بنصليها فين؟ في رفع بخور باكر وعشية اللي هنشوفها دلوقتي فيبتدي الصبح نقول له رب احنا عاوزين نبدأ اليوم ده بالتسبحة بتاعت الملايكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسارة دي القانون اللي انا بشتغل به كل يوم في حياتي ان انا جاي عاوز اعمل ايه في حياتي؟ امجد ربنا فبفكرك كل يوم الصبح ارجوك انت جاي النهاردة فرفع بخور باكر جاي تسبح مع الملايكة وتقول له رب انا جاي مجدك في الأعالي وعلى الارض السلام اصلنا جاي اصنع سلام مش جاي اصنع شر ولا جاي اصنع عامل اي حاجة تانية والناس المسارة اللي هم مين؟ لو انا وحضرتك وحضرتك احنا جايين نفرح بربنا جايين نتمتع بربنا ونتبسط به يبقى انت جاي النهاردة تعمل ايه؟ تزقطت بربنا ومروح لازم تروح بالزقطتة دي تروح بالفرحة دي تروح بالمتعة دي ان انت حضرت النهاردة ايه؟ حضرت؟ لا مش بكلم عن القداس لسه ده كل ده انا انا متكلم عن رفع بخور باكر وعشية يعني اللي انا بساعات كتير اهل القداس روحتي من التهلل بالمسيح اللي انت تناولتي غير رفع بخور باكر وعشية لا انا بنروح ده هدفنا ان انا مزقطتين بالمسيح على طول طب وبعد كده الملايكة دول بيقولوا ايه؟ قدوس الله قدوس القوي حيل وخالص ده اللي احنا بنصلي بعديها على طول وبعد كده بنصلي ابانا اللازي ونروح عاملين واقفة صغيرة خالص ويبتدي ابونا ينزل يلف بالشريا بتاعته وسط الكنيسة ياخدها كده علامة ما لا نهاية يلف من اول من ناحية ايه؟ من ناحية الرجالة وبعد كده اه يرجع من النص تاني وبعد يرجع من ناحية قبلي وبعد كده يرجع يقدم القرابين هقول لكم بقى حاجة صغيرة خالص عاوزكم تنتبهوا ليها في الفترة تين ايه اللي ابونا بيعمله؟ ليه نزل في وسط الكنيسة؟ وايه اللي انا مفروض اعمله؟ ابونا نزل يعمل حاجتين مهمين قوي؟ ابونا نزل يفتقد؟ يفتقد؟ افتقد ازاي يعني؟ ها؟ لا نزل يفتقد يفتقد مين بقى؟ ها؟ ما زل يفتقد واحد واحد ويحط الصليب على راسه ويقول له ركزوا بقى في الحتة دي قوي عشان عاوزكم تفهموها يقول له بركة بخور عشية فلتكن معك ما هذا؟ يعني عشان العدد كبير دلوقتي معلش بس هو يعني في الطقس بتاعنا مفروض يحط راسه على ايده على ايه؟ راس كل واحد ايه اللي ابونا بيعمله ده؟ يقول له هو نزل يسأل على الناس نزل يفتقدهم نزل يبارك كل واحد باسمه طبعا عشان العدد كبيرة فابونا بيعدي في وسط الناس ويقول بركة ايه؟ بخور عشية فلتكن معنا امين فيبتدي كل واحد تلاقي لما ابونا بيعدي بيتوطي راسك كده وبتقبل ايه؟ بتقبل البركة يعني ايه البركة بقى؟ كلكم لما جيتوا في نهضة ماري في الزفة بتاعت ماري جيرجس جايين مخصوص عشان تاخدوا؟ بركة روحت بايه يعني؟ حطيت في ايدك كده ايه جواها دي؟ اللي هو انا قلت انا روحت النهاردة بركة ايه البركة دي؟ معناها ايه الكلمة دي؟ خط وقفت قدام ايقونة او قدام صورة وروحت ايه؟ عاوز تاخد بركة بتروح تبوس ايه دي ابونا وتقول ايه ابونا ديني؟ بركة ايه البركة؟ روحت بايه؟ يعني لما بتروح للبقال بتقول انا عاوز كيلو حمص مثلاً انت عارف خط في ايدك كده ايه؟ كيلو حمص وروحت بيه جميل ايه البركة دي؟ روحت بايه بقى؟ ايه اللي حصل في حياتك يعني؟ ايه اللي مساكته في ايدك كده؟ قلت دي بركة ها؟ طب ليه مش تسمينها فرحة؟ طب يبقى انا خدت فرحة مش بركة؟ مش معنى؟ يعني ايه بركة؟ ايه باش احركوا باس كلمة صغيرة عشان تقدروا تفهموها لقمة البركة اسمها لقمة ايه؟ اسمها ايه بلقبتي؟ ايوه برافو اولوجية ايه اولوجية دي؟ يقول الكلمة دي او او اف دي معناها ايه؟ يعطي معناها؟ يعطي ولوجوت اولوجية ده ايه؟ ها؟ لا كلمة بالضبط كده كلمة اي شيء يعطي بركة يعني بيعطي الكلمة يعني بيعطي مين؟ المسيح فانا بجقى في قدام الصورة عشان ساعات كثيرة احنا بس نبقى ايه؟ سرحانين مش فاهمين احنا بناخد ايه؟ انا بجقى في قدام الصورة وبقول له رب انا عاوز اشوف ازاي الانسان ده بقى صورتك انت ومثالك وعاوز انا عايش دي كده فروحت انا بايه؟ ببركة اخدين بالكم الهتة دي؟ ساعات كثيرة انا ااسف طبعا بروتستانت ساعتي التاريخة اقول له ايه؟ بينسوا المسيح ويحطوا صور القديسين احنا بننساش المسيح انا في كل قديس بناخد منه بركة يعني بناخد منه ايه؟ المسيح اللي فيه ازاي البابا كرولوس ده بقى بيعامل المسيح ويتعامل معي يوميا انه بقى صورة ليه شبهه ازاي؟ وانا عاوز اتعلم ده يبقى حضرتك لما بتيجي تاخد بركة من ابونا انت لازم تسأل السؤال ده انا عاوز ااخد المسيح النهاردة ايه اللي عمله؟ ايه اللي تصرف فيه؟ ايه اللي غيره فيه؟ عشان خاطر؟ ابقى اخدت بركة ساعات كثيرة احنا بنروح الدير ونعمل ايه في الدير؟ بنروح ناخد بركة اللي هو بالاكل والشرب واللعب والشاجات دي كلها وبنروح في الاخر اتبسطنا ايه دي مش بركة البركة يعني ايه؟ يعني تروح تقعد مع نفسك كده وتقعد في مزارة باكرولوس لوحدك او تقعد قدام صورة كده ايقونة كده هدوء خالص وتقول له رب انا عاوز اتقابلك عاوز اتغير لصورتك وابونا بيعدي انت تطلب الطلبة دي اقول له رب البركة بتاعت رفع بخور عشية النهاردة او رفع بخور باكر عاوز اشوفك عاوز ادوءك عاوز اتغير اكون شبهك ما هصلوا مين اللي موجودين في الكنيسة دول؟ اوعى تفتكروا انتم موجودين في الكنيسة هنا بصفاتكم بشخصكم خالص ابونا بيشوف كنتم مين بقى ركزوا فيها دي اول لما بينزل ابونا يبص للمسيح ويقول له نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس يبص لانك اتيت وايه؟ خلصتنا واما انا رب بكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد امام هيك القدسك وامام الملائكة اردت لك ويبص ناحية عيقونة الست العدرة فيقول لها نحن نعطيك ايه؟ السلام يبص بعد كده للشعب يشوف مين؟ اه يشوف ملائكة والشهدة وقدسين يقول السلام لصفوف الملائكة وسادتة يبا الرسل وصفوف الشهدة وجميع القدسين هما فين دول؟ هما دول؟ هما دول؟ هما دول؟ احنا بالملايكة اللي موجودين وسطينا بالصفوف الشهدة اللي موحضرين معانا واصلا احنا مش حضرين رفع بخور بكر لوحدنا الكنيسة كلها مجتمعة مع بعض دخلين بقى المنظر اللي احنا فيه دلوقتي ده؟ فعلى طول احنا بنبكت نفسنا على طول احنا بنعمل ايه في اللحظة دي؟ عاوزين نتوب؟ عاوزين نتغير يا رب؟ عاوزين ناخد بركة؟ عاوزين نتغير لصورتك؟ فنبتدي نتوب القدسين فتلاقي بقى في الفترة دي فيه حاجة اسمها ايه؟ زوكسولوجيات ايه الزوكسولوجية دي؟ كلمة زوكسولوجية معناها ايه؟ زوكسة معناها؟ اه تمجيد بنمجد اسماء القدسين دول من اول الستة العدرة شفيع الكنيسة وشفيع اليوم بنمجدهم بس كل تمجيد القدسين مرتبطة بطلبة فاشغل طلبة واحدة بس فاخيرها خالص نقول له ايه؟ اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطيانة اصل انا كمان عاوز انضم للصفوف الشهداء دول عاوز انضم للصفوف القدسين دول انا عاوز كمان اخد ايه؟ بركة فهمتوا بقى لما بونا بيلفوا يقول بركة بخور عشية ده اللي انتوا هتروح بيه وفي حاجتين كمان هتروح بيهم مهمين جدا في الاخر فاي اول حاجة هتروح بيها؟ بركة فهمتوا يعني ايه بركة دلوقتي؟ يعني انت جاي روحت مختلف في صورة حاجة زيادة للمسيح هتاخدها معاك هتروح بيها انتفقنا؟ بركة بخور ايه؟ عشية او بركة بخور باكر يبتدي بقى نصلي الزوكسولوجيات دي نبص الكل القديس بيتقال اسمه في الزوكسولوجية نشوف ايه الفضايل اللي عاش بيها؟ ايه حياته اللي مجدت المسيح؟ ونطلب منه ان نقوله ارجوك اغفر لنا ايه؟ خطيانة فابونا يلم بقى الاعترافات دي كلها ويرجع بيها قدام المسيح ويقول له رب ايه؟ يا الله الذي قبل إليه اعتراف اللس على الصليب اقبل إليك اعتراف شعبك واخفر لهم جميع خطاياهم هذه ابونا اللي بيعمله هو راجع بيحضر قدام ايه؟ المسبح طيب بعد كده يبتدي بقى قانون الايمان نعظم كأم النور ونصلي قانون الايمان لان اي طلب رحمة وركزوا بس في القصة دي اي طلب رحمة هنصليه في الكنيسة يسبقه قانون ايمان ده قانون عندنا في الكنيسة عشان اطلب الرحمة لازم اطلبه بناء على الايمان اللي انا بصلي بيه ده لان بناء على هذا الايمان بناء على فداء المسيح ليا انا بقول له يا رب انا محتاج ايه؟ محتاج رحمتك فنصلي قانون الايمان يقف ابونا بقى بثلاث شمعات ويقول ايه؟ اللهم ارحمنا قرر لنا رحمة ترقف علينا اخدين بالكم الحتة دي؟ ده اللي هو ابونا بيقولها في نوتي ناينان احنا نرد عليه كل مرة نقول له ايه؟ امين فعلا محتاجين ده حقا محتاجين يا رب رحمتك محتاجين يا رب ان انت تترقف علينا محتاجين يا رب ان انت تسمعنا وفي الاخر نصرخ كلنا ونقول له امين ايه؟ يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم بنطلب رحمة ربنا لنا ده حاجة برضو هنروح بيها من رفع بخور باكر وعشية طيب بعد كده يقول عندنا بقى مجموعة صغيرة كده اسمها قرية الانجيل المجموعة ده بتبدأ بايه؟ بتبدأ ان ابونا يصلي حاجة اسمها قشية الانجيل قشية الانجيل بيصلي فيها ايه؟ ادينا رب استحاق ان احنا نسمع ونعمل طيب ايه المشكلة لو سمعنا بس؟ لا تكونوا سامعين فقط عاملين ايه؟ خادعين انفسكم يعني ابونا ينبه علينا يقول انا اخلي بالك يا رب اخلي بالك يا شعب يعني احنا محتاجين نصلي ربنا كلنا انه يدينا ان احنا نبقى ايه؟ سامعين وعملين وفي ناس ما بتسمعش ايه رأيكم؟ كتير كتير ما بيسمعوش اما بيجيش خالص مش موجود مش بتسمع طب فيه ناس بتسمع ومش بتعمل برضو فيه ادي موجود وحاضر نويت تتغير في ايه؟ نويت تتصرف ازاي؟ نويت تاخد بركة؟ ولا لأ؟ هو ده بقى السؤال اللي انت نوي تعمل به كل مرة هتخش فيها الكنيسة لازم تطلع واخد قرار ان انت هتتغير في نقطة في حاجة في حد هتسامحه في حد هتصلحه في حد هتخدمه في حد هتضحي عشانه شوف بقى كل مرة ايه القرار؟ ايه التوبة اللي انت نويت تاخدها في الكنيسة دي عشان تكون سامع وايه؟ وعامل ده اللي بيصلي طب وانا عشان أكون سامع وعامل تخيل ان حتى ان انت تسمع دي بنصلي بنقول له ايجهالنا يا ربي مستحقين ان احنا ايه؟ نسمع ونعمل محتاجين استحقاق ان احنا بس ايه؟ نسمع لان في اشعاية في يوم من الايام لما سمع كلمة قدوس دي ايه اللي حصل هو ما قالش هو عمل ايه؟ سمع بس كانت النتيجة صرخ قال له ويلون لي لاني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وسكن وسط شعب نجس الشفتين ايه ده؟ يقولك انا مش مستحق اسمع الكلام ده طب ده احنا بنسمع كلمة المسيح نفسه محتاجين ايه؟ يقول محتاجين استحقاق فبنصرخ في الوقت ده ونقول له رب كلنا كده مش بنقول له يعني الجميل ان احنا بنصلي مع الاطفال ونقول له متكلم يا رب فإن عبدك سامع دي حلوة بس عاوزين حاجة كمان اكبر شوية نقول له رب احنا محتاجين ايه؟ نجعلنا مستحقين ان احنا نسمع دي مش حاجة سهلة وبعد كده يبتدي يتقرى الانجيل ويتقال فيه حاجة كده في بداية الانجيل يقول ايه؟ اه الشماس ينبه الناس ويقول لهم قفوا بخوف ورعدة حلوه خالص وبعد كده يتقرى المزمور وبعد كده يصرخ الشماس ويقول يعلن عن ها حضور المسيح ازاي بيعلن عن حضور المسيح؟ يقول مبارك القاتي باسم الرب كلمة مبارك القاتي باسم الرب دي عشان نفهم هي عبارة عن ايه؟ دي ابونا بيصليها في الاول لما ابونا بيمسك البشارة ويرفعها فوق دماغه ويقوله في اسم رؤوت انجفي اسنيو خنفران مبشوي سنتيني جوم مبارك القاتي باسم الرب اله القوات تمام؟ فابونا بيصليها وبعد كده الشماس يصرخ يترجمها بالعرب يقول ايه؟ مبارك القاتي باسم الرب ده ايه؟ ده يقول ده اعلان حضور المسيح دلوقتي المسيح حاضر وهو اللي هيتكلم بنفسه فنحن مش بنسمع الاية دي او الانجيل ده من بق الشماس يعني نسمعه من بق مين؟ المسيح نفسه عشان كده جرت العادة دايما ان اكبر رده هو اللي يقرأ الانجيل يعني لو فيه اسقف موجود مفروض هو اللي يقرأ الانجيل او من؟ يعني اه يديله الحل ده عشان كده لو فيه شماس هيقرأ الانجيل لازم يسجد قدام الهيكل ولازم يروح يبوس ايد ابونا ما بنعملاش باقي القراءات ليه؟ يقول لأصل في وقت القراءة دي ده دور مين؟ ابونا هو اللي بيديله السماح انه يقرأ الانجيل مكانه فبيقول له تفضل اقرأ الانجيل ده ويسلموا لإيه؟ البشارة دي فيبوس ايد ابونا او يبوس ايد القسقف اللي موجود او يبوس ايد سيدنا البابا اللي موجود فمين الحيطة دي؟ فده اكبر ردب اللي نحن نسمعه من فم مين؟ المسيح نفسه طب لما نسمعه قدام المسيح نفسه لازم نصرخ الاعلان المسياني ده اللي المسيح نفسه قبله وكانوا اليهود فاهمينه جدا اللي احنا بنصالف يوم حد شعنين لما صرخوا الاطفال قالوا له مبارك القاتي باسم الرب رؤساء الكهنة غزوا ليه؟ قالوا له ده تجديف ليه تجديف؟ ناس بيقول مبارك القاتي باسم الرب قالوا لا ده اعلان عن حضور الله فين حضور الله هنا؟ ده ما يتقلش إلا لإعلان المسيح كان يتقل فين؟ في العهد القديم في الهيكل بس جوه فين؟ قدس الأخداس اعلان عن حضور الله ما كانوا مسمعناش عنها قبل كده تقلش بره تقلش انهائي فاول لما صرخوا الاطفال عملوا الاعلان المسياني ده رؤساء الكهنة وفرسين تغازوا لا الكلمة ده ما تقلش فراح ربنا قال لهم حاجة كده صغيرة قال لهم ايه؟ لو سكت الاطفال الاعلان ده هيعلنوا من؟ الحجارة الحجارة هتصرخ وتقول الاعلان ده هتعلن تقول مبارك القاتي باسم الرب وده اللي احنا بنتعلمينه حتى في الكنيسة انتوا لما بقونا بيرفع الجسد ويبتدي بص كده يقول القدسات للقدسين كلنا بنصرخ بنقول ايه؟ مبارك القاتي باسم الرب ليه؟ ده اعلان عن حضور المسيح ده نفسه بالضبط اللي بيحصل في الإنجيل انه بيقف الشماس ويقول المبارك القاتي باسم الرب اله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نقف نقول له المجد دائما إلى الأبد ايه؟ امين ونقعد نسمع بقى بنسمع الإنجيل من فم المسيح نفسه فتخيل بقى في كل مرة في رفع بخور باكر وعشية المسيح جاي يكلمك جاي مخصوص سايب لك صوته وجاي عاوز يوصل لك رسالة جاي عاوز يكلمك انت بالذات وقفين بنسمع ونقول له مستحقين يا رب ان احنا اجعلنا مستحقين نسمع ونعمل ايه؟ ونعمل ده اللي مطلوب مننا فاضل حاجتين صغيرين مش هتقول عليكم بعد كده مع حضور المسيح على طول ما بنقدرش نسكت ونقول له رب لا احنا ما احتاجينك في حبة حاجات بقى احتاجين نطلب منك شوية كده يعني فتلاقي على طول بعد الإنجيل تلاقي ابونا بدأ يصلي في باكر وعشية بيصلي خمس أواشي يهوما خمس الأواشي دول يقول يا رب اول حاجة وانت موجود حافظ على سلام الكنيسة وحافظ على رأس الكنيسة اللي هو سيدنا البابا فيصلي قشية السلامة قشية ايه؟ الاباء وبعد كده ومش بس السلام الكنيسة لا ده المكان اللي موجودة في الكنيسة كمان قشية الموضع الكنيسة دي موجودة في مربع مربع بتححيس الدبش ده لا ارجوك يا رب خلي بالك من المدينة دي كلها المدينة دي كلها انت ممكن تصفح عنها بسبب وجود الأطقياء اللي موجودين في الكنيسة دي فارجوك يا رب اسكر خلاص هذا الموضع المقدس وكل الموضع وكل أديرة أباءنا ايه؟ الأرثوزوكسيين ومحتاجينك يا رب حتى تهتم بالطبيعة وتهتم أخيرا بايه؟ باجتماعنا اللي موجود ده اسكر يا رب اجتماعاتنا باركها اعطي ان تكون لنا بغير مانع ولا عائق عاوزين نفضل يا رب حاضرين باكر وعشيدة الى ايه؟ لغاية الأبد وبعد كده ناخد حاجة مهمة جدا 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 قبل ما نمشي بنروح بيها هي ايه؟ يقول هي التحليل ايه التحليل ده؟ شحنا توبنا وقعدنا نصلي في وسط باكر وعشية في الآخر على طول أبونا بيدينا ايه؟ بيدينا الحل اللي يأهلنا ان احنا نبدأ نشترك فيه في القدس طيب هل الحل ده بديل عن سر التوبة والاعتراف؟ لا الحل ده موجود عشان يأهلني انا ان اكون موجود فين؟ عضو حي في الكنيسة بانتظام مش بديل للتحليل بسعارة سر التوبة والاعتراف نرجع بسرعة؟ مش هرجع اي حاجة غير ادوارنا بس الدور اللي انا بعمله اول لما أبونا بيفتح الستر المفروض بنطلب ايه؟ ها دورنا نعمل ايه؟ نطلب رحمة ربنا انه يدخلنا محضره جميل وبعد كده نشكر ربنا ونطلب منه الشكر والستر وبعد كده بنسلم على قدسين وأبونا بيدي البخور في المسبح وبعد كده بنفتكر اللي محضروا سواء راقدين سواء مرضى سواء مسافرين او اللي جابوا القربين حل وخالص وبعد كده بنمجد ها القدسين وبعد ما بنمجدهم بنقول لهم ايه؟ افتكرونا عاوزين ربنا يغفر لنا خطيتنا فبعد كده بنصلي قانون الايمان وبعدين ها طلب الرحمة اللي مبني على هذا الايمان وبعد كده بنقول له رب محتاجين نسمع ونعمل هنسمع ونعمل ايه؟ انا جيلك المقدسة نسمع صوتك اللي هنسمعه من فمك انت فنعلن عن حضور الله بمبارك لقيت باسم الرب اول لما ربنا يحضر معنا نطلب منه خمس طلبات وبعد كده بنسجد كلنا وبنقول له رب ارجوك روحنا البيت معتوقين من خطيانا من ربطات الخطيئة اللي فينا ففي الاخر بعد ما نفرح بهذا بقى الحل بهذه البركة اللي خدناها على طول لازم في الاخر نقول له ايه؟ ها؟ اول لما نختم لا بنقول حاجة حلوة قوي بقى احنا حفظينها كلها بنختم بالعشية بايه؟ امينة ليه لو مش كده؟ المجد للقاب والابن والروح القدس الآن وكل قوان وإلى ظهر الدور يلا بنا قلنا البركة بتاعتنا بقى عشان نمدي ايه؟ بسلام البركة ايب عشان نمدي بسلام